اشتركوا في القناة ان يعدد التلميذ استخدامات الطاقة ان يعدد التلميذ اشكال الطاقة فلنشاهد المقطع التالي ما بك يا سالم هل تعبت من الجري لا يا اخي ولكني سرحت قليلا وفيما سرحت انظر يا عبدالله الى كل ما حولك فهذا يقوم بتمارين الاحما بينما ذلك يقوم بتهثيب الملعب وهذه الالة تتحرك وتصدر صوتا وهذا يجري حول الملعب وهذا الشخص هناك يجلس ساكنا في مكانه لا يتحرك وما المشكلة في ذلك يا سالم ليست هناك مشكلة ولكن كيف يمكن لهؤلاء الاشخاص والالات تنفيذ هذه المهام والاشغال انها الطاقة يا اخي فالطاقة هي القابلية لاحداث تغيير ولكن يا اخي كل شخص او الى يحدث تغييرا بشكل مختلف عن الاخر فماذا يعني هذا هذا يعني يا سالم ان للطاقة اشكال متعددة فمثلا الطاقة المخزنة داخل النبات في غذاء بعد عملية البناء الضوئي تعتبر طاقة كيميائية وهناك الطاقة الحركية مثل حركة السيارة وهناك الطاقة الصوتية مثل الصوت الصادر من هاتفي لماذا صورتني يا اخي؟ لتخبرني باسم طاقة الفلاش التي انطلقت عند تصويرك يا اخي هاهاهاهاهاهاها انها الطاقة الضوئية يا سالم والان خذ مني هذا المنديل لتجفف عراقك يا اخي لقد تعرقت بسبب حرارة الشمس وهذه هي الطاقة الحرارية وهي الطاقة المنبعثة من الشمس ولكن من اين يستمد النبات الطاقة الكيميائية لكي ينمو؟ يتم تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كيميائية يستخدمها النبات للنمو والقيام بوظائفه الحيوية وبما اننا تطرقنا للحديث عن تحولات الطاقة فهناك طاقة لا تحتاج لوسط مادي لانتقالها مثل الطاقة الضوئية وهناك طاقة تحتاج الى وسط مادي لانتقالها مثل الطاقة الصوتية ولكن يا عبدالله فكيف يمكننا ملاحظة هذه الطاقة؟ لملاحظة الطاقة ومعرفة وجودها وامتلاك الاجسام لها لابد من ملاحظة الاثر او التغيير الذي تحتثه في الاجسام فمثلا عند وضع ابريق الشاي على النار نلاحظ انه يسخن وهذا يعني انه اكتسب طاقة حرارية وكذلك الطاقة الصوتية الصادرة عن الجوال فقد احدثت تغييرا في الهواء فانتقل الصوت اليك وبدون الطاقة يغرق الكون في سكون تام رائع والان هيا بنا لنكمل اللعب حسنا ولكن عليك ان تثبت لي اولا انك تعلمت اليوم شيئا جديدا هيا لخص لي ما تعلمته اليوم نستطيع ان نلخص ما تعلمناه اليوم في الاتي الطاقة هي القابلية لاحداث تغيير اشكال الطاقة الطاقة الحرارية الطاقة الضوئية الطاقة الكيميائية الطاقة الصوتية الطاقة الحركية الطاقة النووية الطاقة الكهربائية الطاقة المغناطسية هناك طاقة لا تحتاج لوسط مادي لانتقالها مثل الطاقة الضوئية هناك طاقة تحتاج لوسط مادي لانتقالها مثل الطاقة الصوتية التقويم ما الطاقة؟ هيا يا ابنائي ما الطاقة؟ أحسنتم إذن الطاقة هي القابلية لإحداث تغيير لماذا تستخدم الطاقة؟ هيا يا ابنائي أحسنتم تستخدم في التحريك والتسخين والتبريد ممتاز عدد أشكال الطاقة أحسنتم إذن الطاقة الحرارية الطاقة الضوئية الطاقة الكيميائية الطاقة الصوتية الطاقة الحركية الطاقة النووية الطاقة الكهربائية الطاقة المغناطيسية أحسنتم